نيرا صلاح طالبة العريش يا ترى هل البنت دي فعلا عملت مصيبة عملت كارثة حاجة كبيرة تستاهل اللي حصل لها أنا مش هتكلم عن الإجراءات القانونية وإيه المفروض يحصل ونجيب حقها ازاي لأن المفروض اللي يتكلم في الحاجات دي كلها الجهات المختصة ولسه مفيش أي أدلة تثبت إيه اللي حصل دلوقتي ولكن أنا بتكلم في حاجة تانية خالص دلوقتي هي نيرا صلاح عملت ايه من ناحية عملت هي عملت بنت محترمة جاية تتعلم حفظة القرآن على ما سمعت يعني بنت بتصلي بنتي مين مش شمال فلازم يبقى لها أعداء أعداء من الأوساخ أعداء من ولاد الحرام نسبة للشباب الأوساخ هم مش يعرفوا طلوها ومش يعرفوا علموا عليها نسبة للبنات الأوساخ هي أنضف منهم وأشرف منهم وهم استحالة يبقوا زيها فبيحاولوا يوسخوها سهل إنك تبقى وسخ سهل إنك تبقى شمال سهل إنك تشهب مخدرات بس صعب إنك تبقى نظيف صعب إنك تبقى أيمين صعب إنك يبقى المخدرات قدامك وانت ما تقرب لهاش سهل تبقى فاشل صعب تبقى متفوق هو ده كل غلط نيرا صلاح نيرا صلاح نموذج من نمازج كتير أو يعيشة مش عارفة تتعامل مع الواقع الواقع الوسخ مش عارفة تعيش في ظل ضغوط كتيرة جدا من الناس الشمال هتلاقي نمازج كتير كده في حياتك هتلاقي علشان أنت ناجح الناس تتكلم عليك هتلاقي علشان أنت متفوق الناس غيرانة منك علشان أنت مؤدى بالناس محروقة منك علشان أنت قوي الناس هتموت منك تلاقيهم عمالين يتهموك بأفضع الاتهمات وتعد المحنة دي على خير يطبقى ضعيف وأنا دلوقتي ما عنديش أي أخبار مؤكدة والحد دلوقتي ما فيش حد عنده أخبار مؤكدة هي تم تسميمها ولا انتحرت هل وصل بهم الفجر أن هم يسامموها عشان يخلصوا منها ويخلصوا من أي نموذج ناجح محترم كويس ولا هي ما قدرتش تحتمل الضغوط وانتحرت علشان كده أنا حبيت أدي رسالة لأي شاب أو أي بنت حرص من عدوك مرة ومن صحبك ألف مرة خليك نضيف غصب عنهم أنت اللي صح وهم اللي غلط أنت زي نايرا دي بالحاجات اللي أنا سمعتها عنها على السوشال ميديا بتحفظ قرآن أو حفظ القرآن بتصلي فرودها لبسها محترم متفوقها أتمنى تبقى بنت زيها تقلي بالك وخلي بالك تسعدوش الغلط يا جماعة واللينا عارفين المدارس فيها إيه والجامعات فيها إيه بناخدوا على أنه ترند وبنهزر بس خلي بالك المزج اللي أنت بتاخدها قدوة ليك وبتحبها زميلك اللي أنت فرحان بهم أن هم open minded هم دول الأوساخ زي نايرا وإنت ممكن تبقى زي شخص تاني بيتم ابتزازه حالا دلوقتي وأنا بتكلم وبعمل الفيديو الموضوع محتاج وقفة مع نفسنا أنت تحب تبقى إيه حابب تبقى معاليمين ولا مع الشمال تبقى مع نايرا ولا التانية دي اللي مش عارف اسمها الشروق والودي اللي معاها ده حابب تبقى إيه طب مدام حابب تبقى مع نايرا والناس الكويسين أنت موحش نفسك ليه أنت بتتحسب عن ناس الوحشة ليه عارف إنك مايرضكش اللي حصل معنايرا بس أنت دلوقتي بأسلوب حياتك أنت معدول فخلي بالك وشوف أنت بتصاحب مين خلي بالك وشوف أنت معاشر مين ما تتريقش على أي حد نزل الجيم واتمرن وعمل جسم كويس ما تتريقش على حد بيحارب نفسه عشان ما يشابش مخدرات تريقيش على واحدة لبسة الحجاب وأنه هو طفى جمالك وانت ليه مقفلها على نفسك كده تتريقيش على واحدة رفضة إنها تصاحب شباب وتعمل علاقات في الحرام تريقش على واحد بيذاكر وعايز يشوف مستقبله ده دحيح ده لطرة كعب كوباية ده أفلاطون ده معرفش إيه الليك دايما ننصر الحق تتلاقي ناس كتير قوي شايلة زنب البنت دي فوق قبل فوات الأوان وحاجة من الاتنين يا تبقى من المعسكر ده تبقى من المعسكر ده انت من جواك فيك الخير وانا عارب بس سنيتك لوحدها مش كفاية اعتبر اللي حصل ده نقوس خطر لك انت ويا ربي ما شوفش فيك وحاجة وحشة السلام عليكم